هكذا كان رد الثوار في ساحات التظاهرات على تكليف محمد علاوي برئاسة الحكومة هتفات بأصوات عالية رافضة لأي مرشح من الطبقة السياسية الفاسدة التي حكمت العراق وجلبت له الدمار منذ عام 2003 السلطة السياسية بأحزابها وميليشياتها أنتجت نسخة طبق الأصل وأعادت تدوير ذات الشخصيات التي شاركت في الفساد لتكليفها بقيادة العراق مرة أخرى في خطوة تضمن بقاء كامل الطبقة الفاسدة التي يطالب المتظاهرون بإسقاطها اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين في أول رد لها دعت جميع الثوار في البلاد إلى النزول إلى الشوارع وقطع الطرق إلى المطارات والإضراب العام رداً على تكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة وحذرت اللجنة من محاولات الأحزاب وميليشياتها الالتفاف على مطالب ثورة تشرين في وقت تهاجم الميليشيات المتظاهرين في بغداد بعد رفض تكليف محمد علاوي من قبل جميع ساحات التظاهرات هجمت ميليشي السراية تابعة لمقتدى الصدر المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد وحاولت السيطرة على بناية المطعم التركي الذي يعد أيقونة من أيقونات ثورة تشرين مرددين هتفات مؤيدة لبيان الصدر المؤيد لتولي علاوي رئاسة الحكومة الاعتداءات على الثوار في ساحة التحرير دعتهم إلى الإعلان عن تفويض ثوار ساحة الحبوب بمحافظة ذيقار لتكون الساحة هناك هي مركز الثورة في البلاد ومصدر قرارها وذلك بعدما حدث من اعتداءات وتهديدات نفذتها ميليشي السراية ضد معتصمي ساحة التحرير وفي خضم تلك الأحداث أكدت منظمة هيومن وايتسواتش أن من أحرق خيم المعتصمين في بغداد والمحافظات هي القوات الحكومية وميليشيات الأحزاب السياسية ولا وجود لطرف ثالث كذلك جددت السفارة الأمريكية في بغداد مطالبتها السلطات الحكومية بوقف الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الأحزاب الفاسدة بحق المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط العملية السياسية وفي ذات السياق أكدت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسهارت رفضها للقمع الحكومي لتظاهرات ثورة تشرين على يد القوات الحكومية وميليشياتها وذلك خلال لقائها وفدا من النشطين في تظاهرات ذيقار تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء والذي وصفه النائب فائق الشيخ علي بأنه جريمة بحق العراق جاء بعد دخول ثورة تشرين شهرها الخامس مع استمرار التظاهرات والاعتصامات في جميع المحافظات العراقية المنتفضة وسط تأكيد معتصمي ساحة التحرير وبقية ساحات الاعتصام رفضهم تولي علاوي رئاسة الحكومة أو أي مرشح من الأحزاب السياسية الفاسدة لرئاسة الحكومة المقبلة في البلاد